تخيل الرئيس التونسي قيس سعيد من دون كل العالم، من دون كل أساتذة الإقتصاد، من دون كل التجارب الإقتصادية في العالم معجب بتجربة مين الإقتصادية؟ حلاها انت وانا عارف انك عرفت من كل مدارس الاقتصاد في العالم اليساري واليميني واليمين المتطرف واليمين الوسط من دون كل تجارب دي معجب بتجربة واحدة بس عرفت؟ ما تقولش بقى تخيل معجب بتجربة السيسي ومشروعاته لا والله ده معناه حاجة من اثنين اه قيد سعيد لسيسي نتطلع الاستفادة من تجربة مصر في تنفيذ المشروعات لا ارحم التوانسة حرام عليك حرام عليك كيف هي شعب واحد لحد النهاردة بيعاني يعني جاب البطنه كله على مشاريع السيسي قالك معجب نتطلع للاستفادة وسيسي قال له عندنا ما تلاقش عندنا رجالة زي الدهب زي الدهب هفكر لك انا بورج ايقوني كده زي اللي عملته عندي تلاقش جدا يعني ما لفتش نظره غير مشروعات يعني انت جايل دي لإيد القرد طيب دور على عاجة حاجة تانية اي حاجة تانية ده السيسي نفسه يا راجل بيشتكي من مشروعاته اللي ما انجحتش هو نفسه السيسي قال كده قال له اينا مشروع مدينة الاساس غابت عنه حاجة كده ايه عمل ما قردش الفانانشل تايمز اللي قالت ده السيسي تصدر من مشروعاته على اي حال واضح ان الاعجاب والدعم متبادل بين السيسي وقيس يبقى مين ليلة بتاع تونس اسمه قيس ومعجب بحاجة في مصر وقيس هو قيس ابن الملوح يعني قيس يلزم له ليلة فهو قادي ليلة وقادي قيس ونعمة قيس ونعمة ليلة هو قيس كان مهبول برضو يعني وعلى فكرة انا واحد من الناس اميل الى ان قصة قيس دي قصة خالية هو في كتاب الاغاني ابو فرج الاسفاني قاعد يدور على القصة دي فسأل عن من الجاحز قال له يعني ايه قيس دي دي قصة حقيقية الجاحز قال له ولا حقيقية ولا تلزم دي اللي موجود في كتاب الاغاني لابو فرج الاسفاني انا شخصيا السيد احمد امين في احد كتبه كان كاتب في المقدمة عن القصة دي ان العرب بلغوا قوي فيما يخص خصص الحب وغالبا هي من ناس جخالهم ما فيش شخصية اصلا اسمها قيس وراح عاش مع السباع والضباع وهامى في الجبال واهله يرحوله وتعالى يا ابن اعقل وقايس وليلة جوزت وانبسطت والدنيا قامت وقايس قاعد في الجبال فواضح ان احنا اذا ما كانتش القصة في التاريخ حسب زعمي انا انا شايف انها ملهاش اي علاقة بالتاريخ ولا موجودة اصلا لكن هي موجودة دلوقتي اهي اهو مصر تدعم كافة جهود مسيرة التنمية اصلاح بتونس اهو معالين مع بعضهم اتلم تنتون على ثانتا يعني حاجة بس طالما السيسي بيدعم قايس سعيدي يبقى كده تطمن على تونس اقفل بقى على تونس بس هو حد يقولك يقولك روح صندوق النقد وبيع البلد ولا قالك كده قالك كده هو قالك كده ما هو اداك الرشيد تياها دي على خطة السيسي اتحاد الشغل يقول ان حكومة قايس سعيد تعهدت لصندوق النقد ببيع ممتلكات الدولة من بينها ارصفة بميناء رادس في اطارات مفاوضات معه للحصول على قرد جديد اهلا 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 خدوا بالحد خدوا بالحد يعني يعني هو يعني انت روحت عند واحد حلق صح هيديك ايه دواء ما هيديك حاجة تدمرك الصادم في موضوع تونس انها برضو زي مصر مصر اللي فضلت تعمل مفاوضات مع الصندوق من غير وضوح للشروط ده بالزبط اللي حصل في تونس شوف الفيديو ده خبير اقتصادي بقول ايه في التزام الحكومة مع صدوق النقد الدولي وايضا مع واقع اللي نعيشه فيه في البلاد اولا ساعة البرنامج اللي تقدمت به الحكومة الصدوق النقد الدولي اللي تفضلت على اساسه احنا ما نعرفوهش وحد هاد ما نعرفوه وانت حد عام تونسل شغل طالب يقول لك قول لي قول لي علش عالش اتفقته ولا علش اتفوضته ما نعرفوهش ولا كنت قلت بحثك هونسي حتما انه السياسة المتبعة في تونس لمدة طويلة كانت سياسة الانكار والهروب الى الامام توزن لها كوش جديدة منذ بعض اشهر هي الصمت وعدم الاتصال مفروض يعني اتفاق بهذا الحجم وبهذا الشكل هالي الظروف الصعبة بتاعت تونس فهم حتى تصريح رسمي قلنا هاو شلو لساره وعليش اتفقنا وهو شلو محتوى البرنامج الاسلاح اللي في نقوم به على الاقل بشيكون هناك نوع من المقبولية معرفوش الخبراء في الاقتصادين في تونس معرفوش شروط النائدة شروط المفاوضات فين الشروط ايه معرفوش زي مصر بالضبط وبرضو هيعملوا برنامج اصلاح اقتصادي وشكلهم برضو بيصبوا في مصلحة المواطن التونسي زي ما قال من يومين محافظ البنك المركزي التونسي حسن عبدالله بتاعهم بقى مش حسن عبدالله بتاعنا حسن عبدالله بتاعهم محافظ البنك المركزي تونس ستبدأ إصلاحات اقتصادية صعبة صعبة قريبا خش على تونس أفلت القاهرة خش على العاصمة تونس على طول قال محافظ البنك المركزي التونسي السابت أن بلاده ستبدأ قريبا إصلاحات اقتصادية صعبة تأجلت لسنوات مضيفا أن السلطات المالية تحاول إستحفاظ على استقرار الدينار وتوصلت تونس هذا الشهر إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي على حذمة إنقاذ بقيمة مليار وتسعمائة مليون دولار يمكن إتمامه في ديسمبر وتونس في حاجة ماسة منذ شهور إلى مساعدة دولية إذ ترزح تحت وطأة أزمة مالية أثرت مخاوف من احتمال تخلف البلاد عن سداد ديونها كما تسبب في نقص في الغذاء والوقود نائس إيه بقى من نصيح السيسي العاصمة الإدارية قايس عايز يعملها يعني أو البرج الأيقوني عايز يعمله أو الكباري حل قال له نتطلع للإستفادة حاجة تانية قال له خد قارد على طول خد قارد تحت لسانك كده يخليك فل نائس إيه تاني بقى زيادة الأسعار مثلا برضو قايس بدأها قايس ابن عمي عندنا يا مرحبا يا مرحبا والله قايس سعيد بدأها من شهر قايس جيء تطلبه نارا أم تشعل بيت نارا طلبها من شهر واللي يطلب الفقر يجيله من شهر حتى قبل ما يتفق على قارد السندوق تونس تقر الزيادة رابعة رابعة على أسعار المحروقات ليه يا تونس كده ليه 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 تونس تقر الزيادة الرابعة على أسعار المحروقات البس وكأنه نفس المشهد في مصر لما عملوا كده وكنا كده وبقينا كده غلوا الأسعار قبل ما يتفقوا وفي نفس التوقيت بالظبط تونس معانا مصر تقترب من قرد صندوق النقد عبر تخفيض الجنيه ورفع أسعار الطاقة وده مقار البنك المركزي في وسط البلد في شارع أصر النيل والشارع شريف أو يعني شارع شريف يا سلام يا سلام على البلد الجميلة اللي انت أقل منها يا أولاد اللذين لما تفضل تتبع التفاصيل هتلاقي أن مصر السيسي وتونس سعيد أو قيس نفس الكتاب نفس الكتالوج في ديكتاتورية إدارة الدولة أهو شابس إيه ما تعبكش النبي من تتعبان اتفرج السيسي الجمهورية الجديدة تؤسس نسقا اجتماعيا وإنسانيا شاملا رئيس تونس بدأنا ببناء جمهورية جديدة وفق الاستشارة الإلكترونية نفس بص انت نفس نفس الغباوة تعديل الدستور ده في مصر طريق السيسي البقاء للسرطة الأبد في تونس بقى من الإجراءات الاستثنائية إلى مشروع الدستور الجديد القرارات الأكثر جدلة للرئيس التونسي قيس سعيد صندوق النقد يمنح مصر قردا بقيمة ثلاثة مليار دولار تونس تتواصل الاتفاق مع صندوق النقد بقيمة مليار وتسعمية مليون دولار السيسي لا اعتبر نفسي رئيسا وتدخلي لحماية مصر كاد يكلفني حياتي قيس سعيد يجب انقاذ تونس من الذين عبثوا بعيش المواطنين بيعيش المواطنين يعيشك يعيشك ياسر والله السيسي يحذر من مؤامرة لتشويه جهود الجيش وتغيير حكم مصر سعيد أو سعيد يحذر من مؤامرات تحاج ضد تونس تصل لحد الاغتيال ليه ما عندكش ابتكار يا قيس يا قيس ده انت قابل ابتكار ما عندكش ابتكار تخرج شوية عن روشتة السيسي العمياء دي يبقى الحقيقة فيه اختلاف مهم بين تونس ومصر هو ان الشعب التونسي ما زال يعترض على تدهور الاقتصاد الواجد الاقتصادي والاعتراض بتاعه يكاد يكون مؤثر 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 في معادلة مواجهة السلطة الفشلة واخر النهاردة شو الفرق من مصر بقى وتونس ده الفرق الشعب الشعب المصري قاعد خايف ومتدايق واللي يقول لك ما نطلعش يا عمه بتاع تونس رح هتعمل كده النهاردة اضراب مفاجئ في قطاع النقل يشل العاصمة تونس هو ده بقى هو ده علي هو ده حضرات وما تقول ليش غير ده هو ده هو ده الفرق الفرق الحقيقي زي الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي هو ده الفرق انما قايس ماشي زي 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 السيسي بالظبط الفرق وعلى فكر عندهم زي عندنا شخصيات الحقيقة عايزة تتحط في خلات وتدعك وتتريمي في حتة في الصحراء بيعيش لديه نفايات نووية بشرية عندهم نفس القزارات بتاعتنا فاري بقى ان السواد الاعظم من الشعب لا كويس تحياتنا لتونس اللي بعده ترجمة نانسي قنقر